فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وروا أبو محمد الخلال بإسناده عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل أحتقن قال لا تبدل عورة ولا تستنى بسنة المشركين فقوله لا تستنى بسنة المشركين عام نعم أعد وروا أبو محمد الخلال بإسناده عن عكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل سأل ابن عباس أحتقن قال لا تبدل عورة ولا تستنى بسنة المشركين فقوله لا تستنى بسنة المشركين عام وهذه مسألة أخرى فيها منع التشبه بالمشركين وهي كشف العورات فإن ابن عباس لما سأله رجل هل يحتقن يعني يعمل الحقنة في الشرج والحقنة معروفة يراد بها تطهير المعدة ويلزم من عملها كشف العورة فابن عباس منع من ذلك من أجل كشف العورة ولأن هذا تشبه أي كشف العورات والتساهل فيها من التشبه بالمشركين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر